رفضت وزارة الصحة العامة والسكان مركزي غسيلة الكلاب بكل من عتق وعزان بمحافظة شبوة بدفعة جديدة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي والمخصصة لخمسة ألاف جلسات غسيلة وتمنى وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق ومدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الديب مواصلة دعم الوزارة وغيرها من الجهات لهذه المراكز الطبية المختصة مؤكدا على دورها في استمرار خدماتها للمرضى الفشل الكلوي